في ضد الغزو التكنولوجي الذي يعم المجتمع ويستوطن الويوت عقدت الأخصائية النفسية والأسرية أنسام سلعوس ندوة تعليمية للأمهات في قاعة الماسة في مدينة نابلس تحت مسمى أبناؤنا والجوهل والأصدقاء تعقيدات البرامج التطبيقية في وسائل الاتصال وسرعة تطورها تضع المخاوف على الأبناء في استخدام وسائل الاتصال الحديثة بشكل آمن يفترض أن يكون هناك توعية مجتمعية للأمهات للأبناء للأباء لجميع فئات المجتمع وبادرت الدكتورة أنسام في هذا التوجه في توعية نخب من الأمهات وسيدات المجتمع في نابلس بتقييم طريقة استخدام وسائل هذه التواصل وكيف تتعامل مع الأبناء وكيف تعالج أي ظاهرة أو سلوك سلبي داخل البيت أو خارج البيت نتيجة هذا الاستعمال السيء الفروقات في الثقافة التكنولوجية الحديثة بين الأبناء والآباء خلقت فجوة في القيام والخبرات الحياتية أدت في بعض الحالات لصراحة أسرية معقدة وجدت أنه لازم نعمل تثقيف وتوعية للأمهات وإحنا طبعا نعرف أنه دائما في أي منهج فيه منهج وقائي فيه منهج نمائي فيه منهج علاجي فإحنا دائما نشتغل عن منهج وقائي قبل من الشخص يوقع في المشكلة فكان هذا الدافع اللي هو المجتمع اللي إحنا قاعدين من شوف غزو الأجهزة الإلكترونية الحراف الأبناء عدم تعلم الأمهات لأساسيات التربية دفعني طبعا أنه ونتيجة طبعا المشكلات الكبيرة اللي بتوصلنا يعني تمس تخصصي فوجدت لازم نعمل هذه المبادرات من وعي الأمهات بالذات تتطلب مرحلة المراهقة مزيدا من انتباه الآباء اتجاه أبنائهم لتفهم أوضاعهم النفسية والسلوكية وبالتالي إيجاد الحلول الآمنة لهم المشاكل الأسرية التي تنجم عن سوء استخدام الأبناء للوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم تفهم بعض الآباء لهذا التطور قد يكون الدافع الأكبر ورأى عقدي مثل هذه الندوات تحت شعار نعم لحياة أسرية أفضل فنحن مع التطور بتطور فكرنا لفضاية النجاح إبا إبراهيم